عايزة اسألك بقى على كم لعب في مبارات المبارح بس عايزة ابدأ بمحمد شريف مش عشان جاب هدف بس عشان تحركاته في الملعب عشان سرعته علشان بشوف ان اللعب ده كابتن يعني مش شرط يكون بياخد مباريات بشكل اساسي دايما مع النادي الاهلي علشان لما تحتاجه تلاقيه في الفورمة دايما موجود في الفورمة سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب شفت ازاي في مبارات المبارح بصي انا يعني لو متابعاني على السوشيال ميديا انا بروح كم حتة محمد شريف انا بقول هو راس حرب الفترة القديمة هو ومصطفى محمد محمد كل واحد كل واحد فيه ميزة عن التاني يعني مصطفى محمد محطة كويسة جدا قوي بيقدر يحضن على الكورة بياخد كل الكورة العالية بشكل جيد جدا خاصة اوفرات الجناب محمد شريف من النوع اللي بيتحرك بشكل كبير جدا بيخلق مساحات للناس اللي جاية سريع لو فيه واحد ضد واحد عنده قرار بيقدر عنده التصرف اللي يتصرف به بالكورة بشكل جيد هداف عنده احساس بالتلات خشبات حاجة جميلة جدا بصراحة يعني انا اتبسطي جدا ان حسام البدري اداله وحسام البدري حتى لما تبص للمباراتين هو حسام البدري طبعا في الماتش بتاع كينيا كان يعني حريص شوية في انه هو حتى لما تيجي تبص لنص الملعب تلاقي فيه تلاقي طرق حامد وحامدي فاتحي اتنين ديفندر ديفندر ومن قدامهم قفشة فكان عاوز يمسك نص الملعب ويحافظ شوية لانه برضو ما هو مش عارف كينيا بالشكل بس كان في انتقاد في النقطة دي ان انت جايب اتنين يعني نفس الوظيفة في الملعب جنب بعض ما هو عشان حريص شوية هو الاتنين ديفندرات ما عندهم شي الطابع الهجومي غير انه قفشة قدامهم بيأمنوا قفشة لانه قفشة هيلعب حر في المنطقة اللي هي تحت الروس الحربة وبالتالي حينضموا لما بنفقد الكرة ينضموا للديفنس بتاعنا بحيث ان ما يخلوش يبقى فيه كرات خطر علينا فهو كان حريص شوية حرصه دوت جاء على حساب ان احنا ما حطناش غير جول واحد وجول واحد قلقنا وتعدلنا وقلقت مش شكل في الآخر يعني انت تعادلته حققت الهدف بس خفت من اللي جاي يعني خفت من بعد كده انت في تصفيات كس العالم وفي البطولة نفسها يعني دايما بنقول لازم ندي رسالة قوية للمنافسين انه انتخب مصر لأ موجود وجاي نفس على اللقب عشان كده هو عشان عايز يدي رسالة قوية للمنتخبات لما يروح حتى بتصفيات افريقيا او يروح تصفيات كس العالم اللي جاي هو لعب في الماتش التاني لعب السولية ولعب ب النني انا كنت عايز اسألك بقى على النني والسولية او الاتنين وقدامهم افشل يعني هو برضو حافظ على كيان او هيكل الفريق ما غيرش كتير يعني غير قدام بس مصطفى محمد على لعب مكانه محمد شريف وغير مكان محمد هاني وغير محمد هاني انا بتكلم خط خط يعني وغير في نزل السولية وننزل النني مكان طريق حامد وحامدي فتح مازل وافشة كان لعب الماتش اللي هناك والماتش اللي هنا مازل هو لما لعب الاتنين اللي هما النني والسولية الاتنين دول عندهم الميول الهجومية عندهم بيسددوا كويس من بره الثمانتاشر وبياخدوا القرار عندهم رؤية كويسة جدا فعشان كده هو في شوت في نص ساعة أو في أربعين دقيقة جاب أربعة جوال لو تلاحظي النني جاب جول الأول جول اللي جبناها هو النني هو طبعا ناس عملت هجوم كبير جدا على حسام البادرية بسبب النني لأن النني مستوى العالي جدا مع الأرسنال في الفترة الأخيرة كان يعني يؤهله أن هو يلعب من أول المباراة لكن هو ليه وجهة نظر ووجهة نظر تحترم احنا جابين مدير فني مش عشان السوشيال ميديا يجيبوه يمين ويجيبوه شمال احنا بنتديله الحرية أنه هو يتصرف زي ما عاوز لأنه المسؤول الأول والأخير عن النت يجاو الأداء هو اللي هيتحاسب هو الهدف ولا لأ عنده هدف في الوصول لكاس العالم برضو جاي برضو يعني احنا معه مع أحسام البادر وبعد الده مدرب البنتخب وإحنا يعني مش هنستفيد حاجة إن احنا نهجمه ومن خلوش يعرف يشتغل